أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية تزيد عن 10% متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتمات أفاق الطلبة شهدت أسعار النفط خفاضا حادا وأنهت التعاملات الأسبوعية بخسائر زادت عن 10% أسعار خامي برانت ونيمكس اختبرت يوم الخميس مستويات أدنى من 33 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياتها في 12 عاما قبل أن تتحسن الأسعار قليلا يوم الجمعة المحللون أرجعوا الهبوط الحاد لأسعار النفط لمجموعة عوامل منها الهبوط الحاد للأسهم الصينية ومن خلفه الأسواق العالمية استمرار ارتفاع حجم المعروض من النفط في الأسواق وتسجيل تخمة غير مسبوقة بالتزامن مع تراجع الطلب العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في أكثر من منطقة حول العالم بيوت الخبرة العالمية تتوقع حدوثا خفاض جديد في أسعار النفط والمتشائم منها يتوقع كسر مستوى 30 دولار للبرميل خلال الأسابيع القادمة بالمقابل يعتقد المتفائلون أن أسعار النفط وصلت لمستويات القاع وأنها قد تعود إلى مستويات 50 دولار قريبا خاصة مع استمرار تراجع الاستثمارات وتوقف منصات الحفر في أمريكا شكرا